المشكلة أن هذا السلوك أو هذا الوجود شخصيات بارزة من الإرهاب في الدوحة ليست شيء جديد كان موجود لأدة سنوات طويلة وشاهدنا هذا النوى من عقد الشيطاني موجود في الدوحة في الميل إلى الجانب الإيراني والميل إلى الجانب الحركات الجهادية السلفية مثل جبهة النصرة في نفس الوقت لأننا نعرف في إيران في هذه الألاقة الغريبة أن إيران شجعت الميليشيات الطائفية الشيئية في المنطقة وفي نفس الوقت في هذه الألاقة الغريبة بين إيران والقائدة في نفس الوقت